اتبعت وزارة الإسكان في السنوات الأخيرة نهجا جدينا في إدارة الملف الإسكاني من عكس إيجابا على ارتفاع نسبة الإنجاز بمشاريع المدن الإسكانية وتنفيذ مجاء في برنامج عمل الحكومة حققت حكومة مملكة البحرين من خلال وزارة الإسكان خلال الأعوام الأخيرة تطورا ملحوظا في إدارة الملف الإسكاني يتناسبه طبيعة التحديات المعاصرة التي تواجه هذا الملف الاجتماعي الهام ومنها التحديات الديمغرافية وما تتضمنه من زيادة مضطردة في النمو السكاني بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية المتعلقة بانخفاض أسعار النفط فالمتتبع لمسيرة وزارة الإسكان خلال السنوات الأخيرة يلاحظ أن حكومة مملكة البحرين شرعت في التحول التدريجي في نهج تزويد المواطن ذو الدخل المحدود بالخدمات الإسكانية عبر الانتقال من مرحلة تقديم خدمات تقليدية ومباشرة لتتوجه نحو القطاع الخاص للمشاركة في تقديم خدمات السكن الاجتماعي من خلال برامج ومبادرات تم دراستها بعناية وبدأت تحقق نتائج تثبت رجاح التوجه الحكومي الجديد وخلال السنوات الثلاثة الماضية وتحديدا منذ إقرار برنامج عمل الحكومة لجحت وزارة الإسكان بدعم كبير من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر في تحقيق مؤشرات مرتفعة للغاية على صعيد تطوير السياسات الإسكانية وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لتقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين وعلى صعيد محور تقليص فترة الانتظار من خلال تسريع وطيرة توفير الوحدات السكنية الوارد في برنامج عمل الحكومة فقد حققت وزارة الإسكان مؤشرات متقدمة للغاية على صعيد نسب الإنجاز في جميع المدن الإسكانية التي تقوم بتنفيذها بدءا من المدينة الشمالية التي تعد الأكبر من حيث الحجم والمساحة مرورا من مدينة خليفة ومدينة شرق الحد وإسكان الرمل بالإضافة إلى مدينة شرق سترة هذا وقد استطاعت وزارة الإسكان على مدار عامي 2016 و2017 وبفضل أوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن تقوم بتوزيع أكثر من 15 ألف وحدة سكنية على المواطنين المدرجة أسماءهم على قوائم الانتظار إن جهود وزارة الإسكان المتعلقة بتنفيذ جميع تعهداتها الواردة في برنامج عمل الحكومة ستبقى مستمرة بفضل الدعم اللامحدود من لدن القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة وتتوقع الوزارة أن يكون عام 2018 هو عام الحصاد لجميع المبادرات والخطط والمشاريع التي تعكف الوزارة على تنفيذها لتتواصل المسيرة الناجحة لوزارة الإسكان التي انطلقت منذ 60 عاما سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين